أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر من التطورات الجارية بالسودان من حيث ضرورة وقف إطلاق النار على نحو دائم وشامل وشروع في حوار سلمي يؤدي إلى استكمال المسار الانتقالي على النحو الذي يرتضيه الشعب السوداني الشقيق ويجنبه المعاناة الإنسانية ويتيح له المضية قدما في مسار الاستقرار والتنمية جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي رئيسا لنات دائما للشؤون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي مايك تيرنر وبرفقته وفد كبير من أعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مايك تيرنر رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الاستخبارات بمجلس النواب الأمريكي وبرفقته وفد كبير من أعضاء اللجنة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وسيد جون ديروشر القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة علاقة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة حيث أكد الجانب الأمريكي في هذا الصدد على محورية الدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار والسلام في المنطقة بالإضافة إلى دورها الرائد في مكافحة الإرهاب الأمر الذي يتطلب مواصلة وتعزيز التعاون والتشاور بين مصر والولايات المتحدة على جميع المستويات لضرء المخاطر والتحديات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي وأضف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد نقاشا مفتوحا بين السيد الرئيس وأعباء الكونجرس الأمريكي حيث تم التطرق إلى الأزمات التي يعاني منها العديد من دول المنطقة وتهدد المقاومات الأساسية للدول في حد ذاتها بما يعرض مقدرة شعوبها لمخاطر وجودية وينذر بمزيد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية للملايين من شعوب المنطقة وكشف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء تناول كذلك مستجدة القضية الفلسطينية حيث أكد السيد الرئيس على أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية مشيرا في هذا الصدد إلى الجهود المصرية الحثيثة التي تتم بالتوازي لتثبيت التهديئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وكذا مبادرات إعادة إعمار غزة ومؤكدا أن السلام العادل والشامل من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة ورحبة في المنطقة لصالح التنمية والازدهار لجميع الشعوب كما أكد السيد رئيس الجمهورية موقف مصر من التطورات الجارية بالسودان من حيث ضرورة وقف إطلاق النار على نحو دائم وشامل والشروع في حوار سلمي يؤدي إلى استكمار المصاري الانتقالي على النحو الذي يرتضيه الشعب السوداني الشقيق ويجنبه المعاناة الإنسانية ويتيح له المضي قدما في مصاري الاستقرار والتنمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر